في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقاته الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتى البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعض كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائما فسيستيكذ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهبي يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين رحم الله من كانت هذه أرضه اسمعي آيتها السيدة لقد حكيتي لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خرفة اذهبي بعيدا لماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتصر عودة سيدي العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائنا من نور جليل قال له كم لبثت نائما يا عزير أجاب لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجلد انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف متنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال لأعلم أن الله على كل شيء قدير ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك آه ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة آه لك أن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعود أره لو كنت سيدي عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعودتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحدة سبحان من يحي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهط لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لو لا سيدي أو زير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهمل العمل بها لم يلتفت إلى كل هذا الخير وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كان سيدنا داود عليه السلام في أول صباه عندما قامت الحرب بين طالوت وجلوت وكان له الكرم من الله أن قتل جلوت وكان طالوت قد أعلن أنه من يقتل جلوت سيزوجه ابنته ويقاسمه في حكمه وبعد انتصار سيدنا داود عليه السلام على جلوت بدأ بخوض المعارك والانتصار بها وبدأت المكائد من حوله فخرج من القرية باحثا عن مكان يجد فيه الأمان فما كان من بعده إلا أن اجتمع بن إسرائيل على أن يعود سيدنا داود عليه السلام ليحكمهم بعد موت طالوت إن ما يفعله داود عليه السلام من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منها ورغم كل هذا فداود النبي عليه السلام لا يكف عن مناجات ربه وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام وظل داود عليه السلام يعبد ربه فكان إذا قرأ في الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كانت الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام من شدة التأثر بجمال صوته حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة وكان أفضل الصيام صيام داود فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يتوقف عن الذكر والصلاة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن معجزات داود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد فلقد كانت من المعجزات الباهرات كان الحديد يدين في يده من غير نار يصنع منه الدروع وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده رغم أنه كان نبيا وملكا وأوشك أن يولد سليمان عليه السلام ليكمل سلسلة الأنبياء المباركة وليرث داود عليه السلام وولد سليمان عليه السلام في أورشليم عام تسعمائة وخمسة وثمانين قبل الميلاد وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أورشليم لميلاد سليمان عليه السلام ولم يكن سليمان عليه السلام هو أكبر أبناء داود ولكنه كان أحكمهم فقد عرضت قضية على أبيه داود عليه السلام بين راع للغنم قد دخلت خرافه لأرض رجل قد تعب في زراعة أرضه وأفسد قطيع الغنم الأرض فاحتكما لسيدنا داود عليه السلام أين ذهبت أيتها الأغنام؟ ضع ثمري وزرعي أغنامك أكلت ما شقيت في زراعته طال العام لم أقصد يا صاحب المزرعة حسنا إذن سأذهب إلى داود عليه السلام ليحكم بيننا فسمع داود عليه السلام لشكوى صاحب المزرعة يا نبي الله لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب المزرعة تعويضا له إلا أن سليمان عليه السلام قضى بأمر آخر ما قد قضى سليمان عليه السلام لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت وبارك داود عليه السلام هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره إحدى عشرة سنة لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه وسليمان عليه السلام يشبه والده في خصاله النبيلة لقد عادت لك أرضك يا أخي صالحة مورقة نعم هذا صحيح لقد عادت أرضي صالحة ومورقة من جديد حسنا إذن وها هي أغنامك لم يوقس منها أي شيء بل أطعمتها وسقيتها تفضل اللهم احفظ داود وسليمان عليهم السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخضنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وفي ليلة كانت سيدتان تجلسان تحت شجرة ومعهما رضيعيهما فهجم ذئب وأكل أحد الرضيعين واختلفت السيدتان أن الطفل لها إنه ولدي إنه ولدي أنا بل هو ابني أنا ولدك قد أكله الذئب فلنذهب إلى نبي الله داود عليه السلام ليحكم بيننا وليعيد إلي ولدي ووقفت أمام داود عليه السلام ليحكم بينهما إنه ولدي يا نبي الله لقد تركت ولدها للذئب فاختطف إنه ولدي أقسم بالله الواحد الأحد إنه ولدي يا نبي الله فحكم داود عليه السلام للكبرى بالولد ولدي عاد لي ولدي يا رب أظهر الحق على يد سليمان عليه السلام فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود عليه السلام فإذا بسليمان عليه السلام أمامهما فعرف ما كان فأعادهما مرة أخرى وهذه أيضا من المواقف التي ظهرت فيها حكمة سيدنا سليمان عليه السلام وأمر سليمان عليه السلام أن يأتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما وأنا أوافق على اقتسام الطفل بينا لا لا أعطيها الطفل ولا تقسم ولدي أعطوها إياه حسبي الله ونعم الوكيل فعرف سليمان عليه السلام من هي أم الرضيع فأعطاه للصغرى ولدي ولدي حبيبي عدت إليه عدت إلى حضن أمك وبعد أن أسس داود عليه السلام بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها حانت لحظة النهاية وحان الفراق وجاء ملك الموت عليه السلام لداود فقال له داود عليه السلام أنت والله ملك الموت فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام مات داود عليه السلام بعد مئة عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق وأصبح سليمان عليه السلام بعد موت داود هو الحاكم الملك على بني إسرائيل وأصبح سليمان عليه السلام ملكا عظيما إنه سليمان بن داود عليهم السلام وظل سليمان عليه السلام يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد استجاب الله تعالى لدعائه وأيده وسخر له من كل مخلوقاته الطيور والإنس والجن والشياطين ليبدأ سليمان عليه السلام رحلته لنشر الدين بكل ما أوتي من قوة وكان الجن يصنعون لسليمان عليه السلام الجفان وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء وقد عد سيدنا سليمان عليه السلام جيشا كبيرا ليفتح به الأرض واجتمع بقادته ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وناقش سليمان عليه السلام القادة في الحرب القادمة حيث إن أعداءه ما يزالون حوله ينوشون بسيوفهم ويرمون برماحهم بغية سقوط سليمان يا نبي الله لا بد أن نعد الجيوش للمعركة القادمة ولا بد أن يروا منا بأسا شديدا وأمر سليمان عليه السلام جنوده بالاستعداد للمعركة وبعد أن خرج الجيش وكان في طريقه وأحس النمل بخطوات جيش سليمان عليه السلام تقترب سبحان من خلق وعلم ودبر لها هذه الحاسة لكي تشعر بجريوش سليمان عليه السلام فقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهنا تجلت قدرة الله وعلمه الذي علمه لنبيه فقد سمع سيدنا سليمان عليه السلام ما دار من الحديث بين النملة وأخواتها وفهم ما قصدته النملة فتبسم ضاحكا من قولها ثم أمر جنوده بالمسير ببطء حتى يدخل النمل إلى بيوته ثم رفع سليمان عليه السلام يديه إلى السماء شاكرا الله تعالى على نعمه الكثيرة حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واستمرت معجزات نبي الله سليمان عليه السلام وما زال يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزة خارقة وكان من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام الريح فقد كانت تستجيب لأمر النبي الكريم وتذهب حيث يأمرها سبحان الله وبحمده هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء وبدأت المعجزات والآيات تتوالى والدهشة تملأ القلوب والعيون مما يفعله سليمان عليه السلام في ملكه فقد اتسع ملكه ووصل لمشارق الأرض ومغاربها وأخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد كان قويا عنيدا في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن يدافع عن ملكه ولا يتخاذل لقد ابتل الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر فقد سلب الله ملكه واستلم شيطان للملك وجلس على كرسيه حتى انتهى امتحان سيدنا سليمان عليه السلام وسليمان عليه السلام عاجز وقتها مسلوب للقوة وإما أن سليمان عليه السلام كان مسلوبا للقوة يجلس على الكرسي سواء كان هذا أو ذاك فلقد مر سليمان عليه السلام بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء بعدها رجع سليمان عليه السلام لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر فلقد وصل إيمان سليمان عليه السلام لحق اليقين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واخذ يتفقد الطير فوجد مكان الهدهد خالها فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين وعاد الهدهد في ذل وخضوع إلى الملك سليمان فوجده ساخطا عليه فقال له سليمان عليه السلام أين كنت أيها الهدهد وما هو سبب مخالفتك أمري سوف أعذبك أو أقتلك إن لم تأتني بسلطان مبين فقص الهدهد على سليمان عليه السلام قصته كلها وما رأى عند بلقيس فابتسم سليمان عليه السلام وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون وذهب الهدهد في مهمته ولما وصل إلى مملكة سبب ألقى الكتاب وطار بعيدا ما رأيكم؟ أفتوني في أمري نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أنا لا أرغب في حرب أخشى من الهوان على قومي هوان لا يستطيع أحد هزيمتنا يا ملكة البلاد فنحن الأقوى دائما سأرسل إلى سليمان بهدية فإذا كان من طلاب الدنيا قانع بها ورجع وإن رفضها يا مولاتي إن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يحيد عنه جهز الهدايا لسليمان وأولها صندوق ممتلئ بالذهب والأحجار الكريمة سمعا وطاعة يا مولاتي نظر سليمان عليه السلام إلى الهدايا وقال من أين هذه؟ هدايا من الملكة بلقيس إلى الملك سليمان فقال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون هذا ما حدث يا مولاتي اسمعوا سنذهب لسليمان طائعين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون واجتمع سليمان عليه السلام بجنوده من الجن وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن تقوم من مكانك أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قرب الزوال وأما قوله وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عاد الهدهد إلى سليمان عليه السلام وأخبره بخروجها فأمر سليمان عليه السلام الجن أن يعد لها بنيانا لتنزل فيه فلما جاءت قال لها سليمان عليه السلام ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرد من قوارير فقالت الملكة بالقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبونه حيا قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما أخر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة لتكن آخر الأحزان إن شاء الله كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل رحمه الله لم يخبرني بهذا أبدا انتظر يا عماه لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا كم أعطيته؟ لا أدري لم أعد الضراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه مراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم المراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسنا كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلا بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أوان ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدهك تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمع لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيرا سنبيع الألبان كل يوم ونسق ابنتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضا لن ننتظر إلى الغد سنزبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعا؟ إذن نزبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النص الآخر لنجد ما يكفينا لقد من الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درع من كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي فهمت لكم أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هوني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف مدى حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أردي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إنني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق مالك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل اتدخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفسح أيها الفلاح البائس انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشات الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحها اتق الله كيف أذبح شاتا مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخة هذا خاتم زواجنا باعه باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتأكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذا رائعا ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتري النبيذ؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم وهكذا لنفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيده تماما ترى ما الذي جاء به دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعا لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أمينا هو ذاك هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظري أيتها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا وانضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما كل هذا الطعام من أين أتيت به رفق أتانا من عند الله روضة أين خاتمك الذهبي كل كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير كثير للغاية أشكرك يا أخي ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا لماذا؟ أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم ولكن لا تنظر إلي بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي ألا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرا يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعمل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثى لحالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة ولئن غددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري؟ قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابا عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟ قد يجف النهر أيضا فلا تجد ريا للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنيا مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟ إن لي لا أبكي منه بل أبكي عليه لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوترا يا قرطوش؟ هل أعد لك قدحا من الحليب الدافئ؟ بل قدحا من النبيذ المعتق وسأمشي قليلا في حدائقي الآن؟ نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولاد الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحراس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانتا رسما محاه صانعه بعد أن رسمه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وفعل شيئاً إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنما لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً ترجمة نانسي قنقر